بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثالث من أنواع الأواني التي هي مستثنى من الأصل في الأواني وهو الحل أواني الكفار أواني الكفار لها حالتان الحالة الأولى أن تكون جديدة غير مستعملة كالأواني المصنعة من مواد طاهرة كالحديد والنحاس والخشب ونحو ذلك فهذه طاهرة ويجوز استعمالها والانتفاع بها بلا إشكال لأنها طاهرة وليس هناك دليل على النجاسة فتبقى على الأصل الموجب ويباح استعمالها الحالة الثانية أن تكون أولاً الكفار مستعملة فإن كانت مستعملة فلها أحوال الحالة الأول أن ترى استعمالهم للنجاسة فيها فترى الإناء وفيه النجاسة فهذا بالإجماع أنه نجس ولا يجوز استعماله حتى يغسل وتزال النجاسة منه مثال وعاء طبخ فيه خنزير أو وضع فيه مادة نجسة فلا يجوز استعماله حتى يطهر تماماً من هذه النجاسة الحالة الثانية إذا لم ترى أنهم استعملوا هذه الأواني في النجاسة فهذه الأواني مغسلة ونظيفة ولكنك لم ترى أنهم استعملوها في النجاسة وهي مما يأكلون فيها ويشربون فيها العلماء في هذه الحالة لهم رأيان منهم من قال لا تستعمل إلا أن يضطر إليها إذا كنت مضطر إليها فاستعملها وإلا لا تستعملها ودليلهم ما ثبت في الصحيح من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم أكلوا فيها فهنا قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها أيعني إلا إذا اضطرتم إلى ذلك ومنهم من قال يجوز استعمالها لما روي عن أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة أي إذا من متغير فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها فدل هذا على أن آنية الكفار يؤكل فيها وأما الوضوء ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من مزاد مشركة هو وأصحابه على هذا الأمر يمكن أن يجمع بين هذه الحديث بأن يقال إذا كانت آنيتهم على حالة يغلب الظن على طهارتها جاء استعمالها وهذه مثل حاله عليه الصلاة والسلام في وضوءه لأن المزاد المزادة التي فيها الماء التي يشرم منه لا يمكن أن يوضع فيها ماء نجس أو يوضع فيها نجاسة لأنه ماء للشرب وبالتالي فيجوز استخدامها إذا غلب على الظن أنهم لا يستعملون النجاسة وبهذا يمكن يجمع بين الحالتين والله أعلم وأحكم وأحكم ترجمة نانسي قنقر